مشاريع مادة هنا في هذا الموضوع سنكمل على موضوع ونشرح اليوم كيف نحل عليها على البيمز والذي هو اخر موضوع معنا في هذه المادة كيف نشتغل على البيمز من خلال الستيفنس فعليا نحن عرفنا سابقا بالترس ان الستيفنس من خلال هذا الديفليكشن انا بقدر ارجع وطلع وطلع الرياكشن وهذا اليشي بتطلب انك انت تعمل ميتريكس والميتريكس هاي انت بتكتيجي تعملها هون ايوه رح تيجي رح نيجي نعملها هون تمام بين شغلتين انه بين الكيو والدي تمام وانا طبعا رح يكون في عندي كي قل لك بس بالبيمز ايوه رح تيجي تقول لي الكيو هاي رح نطرح منها كيو اف تمام طيب والكيو اف هاي مرتبطة بالفيكست اند مومنت تمام مرتبطة بالفيكست اند مومنت لانه البيمز احنا بنعرف انه عليها فيكست اند مومنت تمام طيب فالفكرة الاساسية انه انا هنا فعليا ايوه رح ارقم الجوينتز زي ما عملت سابقا النقطة الثانية انا البيم هنا شو عليه انا بعرف كل جوينت على البيم عليها ثلاثة عليها واحد بالاكس رياكش بالاكس ايوه وفورس بالاي وعليها مومنت طيب يبقى لك فورس الاكس الفورس على الاكس اكسس ايوه اون اكس اكسس بقول لك رح نهملها تمام رح تساوي صفر رح اهملها فبالتالي شو بيضل عندي يومه بدي اجي ادرس البيم رح يضل عندي يعني two types من الفورس اللي هم المومنت والفورس اللي باتجاه الواي اكسس اما الاكس اكسس رح نهملها والسبب انه البيم ما في عليه فورس باتجاه الاكس اكسس وبالتالي رياكشن باتجاه الاكس اكسس كل اياتهم صفر مش موجودين تمام فالاجل هيك احنا اهملناهم هنا في في حالة الاستفنس ميثود طيب ايوه فبالتالي البيم لو كان عندي يعني بيم مثلا زي هذا الشكل ايوه لو كان عندنا بيم بهذا الشكل الجوينت كل جوينت عندي طبعا عندي بهذا البيم ثري جوينت تمام طيب كل جوينت شو رح يكون عليها رح يكون عليها فورس باتجاه الواي بإضافة للمونت فورس باتجاه الواي بإضافة للمونت فورس باتجاه الواي بإضافة لوجود المونت تمام فاذا كل جوينت عليها صار فورس باتجاه الواي اند مومنت تمام وانا فعليا رح اجي اطلع الديفليكشن الناتج عن المومنت والديفليكشن الناتج عن الفورس باتجاه الواي الديفليكشن الناتج عن المومنت هو الروتيشن نفسه تمام اللي هو الثيتا بس انا رح اضل وارمزه بالرمز دي تمام اما بالنسبة لديفليكشن الناتج عن الفورس باتجاه الواي فهو الديفليكشن الازاحة الرأسية ماشي طبعا لو وجدت طيب فاذا هذا هو المبدأ اللي رايحين نتابعه هون وفعليا رح نيجي نربط بين كيو وعندنا ناقص كيو اف نحكي تساوي الكي في الدي تمام طيب في البداية طبعا احنا زي ما قلنا لازم تقوم بترقيم الجونت وترقيم المنبرز المنبرز طبعا عندنا تو مينبرز مثلا بهذا الشكل اللي راح ينحل تمام في عندنا المنبر الاول علي تستريبيوشي اللود 20 كيلو نيوتر مينبر 48 كيلو نيوتن والمسافة هنا 3 ثلاث يعني جاي بالنص تمام طيب حلو ايه والان كيف بدي اجي اكتب هاي المعادلة قال لك شو عندنا كم كيو عندنا ايو فبالتالي ارسمني لفريدم تمام طبعا هنا في ملاحظة اساسية راح ينستخدمهم وراي احط لجلوبال اكسز وين على الجهة اللي على اليسار تمام على النقطة اللي على اليسار هون فمحور اكس هايو هنا راح ييجي تمام محور واي فوق طبعا محور واي ما راح يهمني فيش عندي مسافات عن محور واي لانه بيم وبالتالي كل المسافات على محور اكس فلو جينا قلنا لك شو احداثيات كل جونت عندنا ثري جونت تمام الاكس للجونت الاولى صفر الاكس للجونت الثانية ستة تمام الجونت الاخيرة ستة وستة اثناش تمام بالنسبة الى واي فهو صفر ديهم كلياتهم واضح طيب واضح طيب نيجي الان اه بعد ما طلعنا الاحداثيات نيجي الان للفريدم زي ما حكينا فالفريدم عندنا زي ما قلنا راح يكون في عندنا ستة بهذا الشكل طيب بدي ارقمهم الترقيم من وين ببلش من عند الفري مين اللي ما فيش عليها رياكشن مقابلها هاي هنا ما فيه المومنت اللي بيجي هون اللي بحطه هون ما فيه مقابل رياكشن بينما المومنت الموجود هنا فيه مقابل رياكشن من الفيكست مومنت الموجود هنا فيه مقابل رياكشن من الفيكست هذا كمان فيه لو رياكشن وهاي كمان فيه الى رياكشن من الرولر ايوه وهاي فيه الى رياكشن من الفيكست فبالتالي الوحيد المالوش رياكشن او الدفليكشن الوحيد اللي راح اطلعه هو رقم واحد اللي هو الناتج من المومنت اللي هو دي ون اللي هو عبارة عن روتيشن تمام طيب فبالتالي احنا هذا اعرفنا اياها لرقم واحد طيب وبالتالي هاي رقم واحد واللي هي الفريدام طبعا هنا واحد الفريدام وبالتالي انا بدي معادلة واحدة بس طبعا عندنا هاي واحد بعدين رقمهم زي ما بدك بلش فيه من اليسار دليمين ودائما بس تيجي ترقم بعد ما تخلص يعني بدك تيجي ترقم مثلا بعد ما خلصت الترقيم بالواحد والاثنين هيني الفري اللي مالهينش رياكشن ايوه بتيجي بتبلش بالواي بعدين المومنت بترقم بترقم رياكشن الواي بعدين المومنت اثنين ثلاث وهاي اربعة رقمناها خمسة ستة وغالبا الترقيم بكون معك طيب الان من يجي نعمل ميتريكس اكيو وان اكيو اكيو تو وثري وفور وفايف وسكس ناقص اكيو اف وان وثري وفور وفايف وسكس بيساوي الكيه طبعا هون الكيه بدي اضربها بديفليكشن عندنا كم ديفليكشن ستة ديفليكشن دي وان وثو وثري وفور وفايف وسكس بس دي وان ايوه دي وان موجود عنده تمام ايوه في ديفليكشن وان في روتيشن يعني رح يصير ايوه لانه ما في رياكشن يقاوم دي ثنين وثلاثة واربعة وخمس وستة يظهر لكلاته مصفار ليش لانه في رياكشن يقاومهم يعني دي ثنين في رياكشن يقاومها من الفكست D3 برضو فيه reaction قاومها من المومنت الناتج عن الفيكست في عندنا D4 في reaction قاومها من الرولر وعندنا D5 في reaction قاومها كمان من الفيكست الى اليمين وD6 في reaction قاومها كمان من الفيكست الى اليمين فكلها تنظر الصفار فعندنا الـ Freedom الوحيد أو الحركة الوحيدة الـ Deflection الممكن يصير هو D1 اللي هو Moment أو Rotation رح يصير عندنا فبالتالي لو يجينا عملنا الميتركز زي ما قلنا Q1, 2, 3, 4, 5, 6 عندنا على ناقص QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 بتساوي K11 طبعا بدك تعمل الميتركز الميتركز هنا عندك 6 في 6 لانه عدد Deflection 6 وعدد لـ Q6 في ابتالي 6 في 6 بدك تقول Q11, Q12, 3 لعند 6 وعدين هنا Q21, Q22 لعند 6 Q صف الثالث, K صف الثالث K32, K333 لعند K36 وظلك ما شفيها لعند K66 زي ما قلنا مش شرط تكتبها كاملة يعني بقدي إنك تكتب أهم إشي إن الأشياء اللي رح تدخل معك في الـ Calculations تمام؟ طيب هزا أنا المعادلة اللي بدي إياها اللي هي المعادلة اللي بكون فيها Q1, 1, 1 أيها والـ D1 بتكون مش معروفة تمام؟ أما الباقيات بصفر اللي هنا D2, 3, 4, 5, 6 هذولا كلها تنصفار مش مويدات عندي فأنا بدي هاي هيك وهاي هيك يعني بدي D1 معنى تبدي K11, 1 وحدة Q1, QF1 تمام؟ طيب Q1 ناقص QF1 بتساوي K11 في D1 بس إذن هاي المعادلة اللي صفت عندي Q1 قداش بتساوي هل في مومنت هل في مومنت على الجوينت مومنت خارجي هل في مومنت خارجي على الجوينت بي ما في طبعاً لـ Q1 أنا شو فرض لاحظ أنا المومنت كيف ففرضه مع عقارب الساعة تمام؟ أو عكس عقارب الساعة نحن فرضينه عفوا المومنت فأنا اتجاه الفرض تانا يهون عكس عقارب الساعة طيب فبالتالي العكس عقارب الساعة هو الموجب تمام؟ العكس عقارب أو اليب وهذا الاتجاه هو الموجب يعني Q1 لو كانت بهذا الاتجاه لو كان عندی網نت لو كان عندی مومنت هون ايو بهذا الاتجاه معناته هو موجب لو كان مش بيادر يتجاه them لم يكون halo ايوا او فعليا انا بهمني moment يكون معه قارب الساعة معه قارب الساعة رح نفرضه موجب وليس لاقسة قارب الساعة رح نفرضه موجب والسبب انه Qf من يجي نطلع Qf موجبة او سالبة تمام بناء على انه معه قارب الساعة او عكسة قارب الساعة ماشي فاحنا بنشتغل هون فاحنا بنفرض هون انه المع عقارب الساعة موجب تمام مش العكس عقارب الساعة موجب فبالتالي بس هاي انتبهلها انه ذي المومنت يعني زي دايما يعني من اول ما بلشنا بالمادي وحنا بنبانينا على هذا الفرض وتأكد منها لو بدك تمام ايوان انه كيو وان مبنية على اساس او اي مومنت موجود عندي طبعا ماشي احنا حاطينه تجاه الساهم لهون يعني مفرضو بنتجاه العكس الثاني بنتجاه مع عقارب الساعة ولكن بفريق الشانه انتجاه الساهم اللي احنا حاطينه هون المهم الفكرة الاساسية انه عندنا او يعني اللي كيو المومنت اذا بنحكي عن مومنت خارجي فاذا كان مع عقارب الساعة بجيب أحطه موجب لعكس عقارب الساعة بجيب أحطه سالب تمام زي ما اتفقنا دايما طيب المهم فكيو وان هل ي موجودة اصلا عندي هون؟ والله مش موجودة يعني أصلا هنا ما في عندنا مومنت فبالتالي Q1 0 طيب ناقص QF1 فتظورة بدا روح أجيبهم كل آياتهم تمام أيو من وين بدأجيبهم بالفكس إن مومنت تمام بتساوي طبعا صفر ناقص QF1 أيوة K11 بدي إياها K11 بدأجيبها عن طريق ميتريكس سيما تعلمنا بالترس بالضبط ولكن الميتريكس رح يكون شكلها مختلف وما بتعتمد على CX وCY تمام طيب في D1 اللي أنا بديه طيب فأنا شو ظهر عندي جيب الـ QF وجيب لي الـ K11 تمام طيب فبالنسبة لـ QF1 أو الـ QF بشكل عام كيف أجيبها اللي هي اللي هي بسميها يعني الـ QF هي عبارة عن اللي هي الفورسز المكافئة عند كل جوينت طيب قال لك الآن بناء على هذا الكلام يعني عشان أجيب الـ QF بدأجيبها من خلال تمام طيب طبعا أنا عندي QF1 وـ 2 وـ 3 وـ 4 بدي أنتبه كل واحدة شو بتمثل يعني الـ 1 QF1 بتمثل مومنت 2 بتمثل reaction بتجاه الـ Y أي و 3 بتمثل والله مومنت 4 بتمثل reaction بتجاه الـ Y 5 reaction بتجاه الـ Y 6 بتمثل مومنت فبدأنتبه طبعا بدي أعمل Fixed in مومنت هاي هنا عملنا Fixed in مومنت وهنا عملنا Fixed in هنا في عندي مومنت هيك ومومنت هيك تمام أي وعندنا هذا المومنت إيش بنسميه QF1 والمومنت اللي جنبه كمان QF1 لاحظ QF1 جاي من جهتين جاي من الجهة هاي ومن الجهة هاي تمام بجمحهم مع بعض طبعا وعندنا هنا طبعا QF3 أي وعندنا هنا أيضا QF6 تمام طيب وأيضا عندنا هنا QF2 زي ما قلنا هي عندنا الرياكشن بتجاه الواي بدأ جيبها وعندنا هنا QF4 الرياكشن كمان بتجاه الواي طبعا هاي QF4 وبرضو هنا في عندي الرياكشن بتجاه الواي QF4 طيب يعني لاحظ هذول النقطة النقطة اللي بتكون يعني زي ما تقول مشتركة بين بيمين أو بين الجزئين من البيم أيوة فبالتالي هنا هاي بدأت تجمع الرياكشن والتربيع على اثنائش زي ما تعلمنا سابقا طيب والتربيع على اثنائش هون سالب وهون شو تكون موجب فهنا طبعا عندنا سالب W اللي هي عشرين على L في L تربيع ستة تربيع على اثنائش هيا إذن QF3 طلعت والله والتربيع على اثنائش سالب سالب ستين QF1 مباشرة موجب ستين طب QF2 ايو شو بتطلع QF2 و QF4 بطلع زي بعض لأنه هذا اللود يعني موزع عليه كامل فبالتالي بتقول WL على اثنين بطلع عشرين في ستة على اثنين عشرين في ستة على اثنين اللي هي عبارة عشرين على اثنين بتطلع كل واحد موجب ستين تمام يعني بطلع موجب ستين معنات ورا فوق QF2 موجب ستين و QF4 موجب ستين طيب نيجي له هاي الجهة هاي الجهة عندنا بدي اجي استخدم فبالتالي QF1 سالبة هاي هنا سالبة راح تكون وهي هنا موجب سالب P ال P 48 في ال L اللي هي ستة على ثمانية بتطلع سالب ستة ثلاثين QF6 اللي هي موجب ستة ثلاثين QF4 طبعا عندنا QF4 هيك احنا طلعناهم والآن بدي اجي اعب بالميتريكس بالنسبة لQF1 عندنا ثنتين وين هم عندنا هاي ستين موجب وهي سالبة 36 اجمع هم مباظ بطلع عندنا 24 QF2 كم QF2 عندنا QF2 واحدة موجب 60 عندنا QF3 كم واحدة سالبة 60 عندنا QF4 عندنا ثنتين موجب 60 وعندنا كمان 24 بجمع مباظ بطلع 84 QF5 غير بطلع 24 وQF6 الاخير موجب 30 هيك احنا طلعنا كل QF فعندنا QF1 هاي اللي بلي اجي عوضها هنا بدأ عوضها 24 موجب تمام طبعا الموجب زي ما قلنا مع عقارب الساعة بالنسبة للمومنت والسالبة بعكس عقارب الساعة تمام ونفس الاشي بالنسبة ل QI اللي جاي هون من تفارض هون هاي الموجب مع عقارب الساعة والسالبة عكس عقارب الساعة وبرضو هذا لازم يكون نفس الفرض انه موجب مع عقارب الساعة والسالبة عكس عقارب الساعة تمام فهاي ظلها في بالك طيب خلصنا منها ظل الآن كيف نجيب K اللي هو كو تمام كو الموجودات عندي ايو K1 من المنبر الاول زائد K1 من المنبر الثاني زائد K1 من المنبر كل اياتهم تمام طيب حلو ممتاز جدا طب فأنا لازم اجيب هسا K للمنبر الاول والK للمنبر الثاني صح بدأ جيب الميتريكس من المنبر الاول والثاني شوف الميتريكس البيم ما بتحتمت غير على الطول بس طول البيم يعني طول كل واحد يعني هذا طوله قديش ستة وارده هذا طوله ستة فبالتالي هذور أعطيني نفس الميتريكس فعليا تمام طيب يعني الميتريكس واحدة ليهم الثنتين بتقدي بس رح تعتمد على الطول الكي قالك شو بتساوي EI عشان لستفنس تمام وهنا L هايها موجودة جو الميتريكس احفظها التالي في عندنا طبعا هاي أربع أجزاء تمام زي الترس قسمها عندنا أربع أجزاء وتسمي نفس تسمية الترس يوم تسمي النقاط أيوة نفس تسمية الترس طبعا نحن نشتغل على المنبر الأول فبالتالي المنبر الأول عندنا وين الوريجن الوريجن بتبلش دائما نقول القريبة أو الأول آنية تمام طبعا تحفظهم بعدين تعرف توزيع الإشارات السالب والموجود طيب عندنا 12 على التكعيب بعدين بتصير 6 على التربيع 6 على التربية بعدين 4 على L بسيطة الأمور 12 6 4 12 6 4 يعني 12 قسمها 2 صارت 6 6 6 وقسمها على 3 صارت 4 كانت التكعيب صارت التربيع بعدين آخر تصفي تمام 6 7 حطها هنا 0.16 7 وقسمها على L وكرر هذول الأربع قيم كل المربعات هون وهون وهون ظل نحط الإشارات طيب الإشارات شوف كيف نحفظ الإشارات أول كله موجب بعدين هنا السالب بتتحرك السالب بس على القيم الرأسية بعدين تتحرك على القيم الأفقية بعدين تتحرك على القطرية تمام فهيك الفكرة إذن هاي سالب هنا عندنا سالب عمودي سالب أفقي بعدين سالب قطري تمام بس هيك الإشارات السالبة نيجي للتسمي التسمي طبعا باجي بسمي عندي الأورجين هاي الأورجين فرضتها طبعا هذا المنبر عندي هاي الأورجين هيك فرضتها ببلش بالمحور Y بعدين مومنت فبسمي 2 3 هاي وبعدين 4 بعدين 1 4 1 نفس الإشارة التسمي على الجهة الثانية 2 3 4 1 خلاص نيجي للمحور الثاني نفس المبدأ المحور الثاني ولكن التسمي راح يختلف تعييته هاي 12 على التكعيب ستعله تربية ستعله التربية أيو هيك أنا بحب أحط بهذا الشكل وبعدين ننتبه للسالبات أيو السالب عمودي بعدين أفقي بعدين قطري تمام وهيك أنت بتيجي بدك تسمي هسا طبعا راح يطلع معك نفس الأرقام زي ما قلنا راح تطلع هون طبعا هنا خلاص ما في البرة خلاص برا بس بستناك يعني برا بتشيل الرقم من هنا تضرب في تمام طب المهم كيف أسمي هسا بالنسبة المنبر المنبر بسمي خمس ست وبسمي على الجهة الثانية أربعة وعد خمس ست الان مجموح من المنبر الأول وهي هذا واحد مع واحد وهي هنا وبرضو النفس الثاني اي هيا لأن اقول الاثنتين بتعطي نفس الأرقام تمام بالتالي اجمح مع بعض بعطي واحد فاص ثلاث ثلاث اي طيب تعال عوض الدفليكشن ون طلع دفليكشن ون بطلع معك سالب ثمانطاش على أي سالب معناته ايش معناته الروتيشن ما له عكس أقار الساعة لانه احنا فارضين ما عقار بالساعة موجب معنات وضع كاونتر كلك كويس تمام لانه هذا روتيشن تمام فبحطه كاونتر كلك كويس عكس أقار بالساعة طيب اذن كويس فعندنا يعني طبعا هنا يقول لك بساوي ثيتا تو وتساوي ثيتا بي اللي هي الثيتا عند البي وتساوي ثمانتاش على اي 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 طبعا باتجاه عكس قرب الساعة او بالاتجاه الاي فرضنااه واحنا تمام طيب فيزن هيك السلافة انه باتجاه عكس عقرب الساعة او بهاضي الاتجاه تمام يعني الاتجاه اللي انا ه소كه على رسم فوق ولكن انا بشتغل معقرب الساعة موج بحكس قرب الساعة سال MUG ليجيق او نطلع معنا سالح فاهظه هو الاشي المنطقي طيب اه حلو هيك اذا احنا طلعنا الدفليكشن بعد ما طلعنا الدفليكشن خلص نقدر نطلع اي ري اكشن بديها كيف دي طلع اي ري اكشن بديها خلص باجي برجع للميتريكس طبعا انا ما بهمني كي تو تو ما بهمني الرقم الثاني اذا بكون اثنين فما بعد ليش لانو دي تو دي ثري و دي فور و دي فايف دي سيكس هذول كلها تنصفار فبالتالي بدك تجي تضرب كي تو يعني بدك مثلا انا نجي نطلع كي تو كي تو عشان اجي طلعها بقول للمعادلة كي تو ناقص كيو اف تو تمام بتساوي كي تو وان في دي وان زايد بدك اجي اكمل كي تو تو في دي تو زايد كي تو ثري في دي ثري زايد كي تو فور في دي فور وهكذا رحد ما اوصل عن دي سيكس ولكن هذول كلياتهم الفاكتورس ما اشي لهم قيم بس الدفليكشن اللي هون كلها تنصفار فبالتالي ما بستفيد منهم فخلص انا بس بهمني الدفليكشن الاول طلعته اللي هو سالب ثمانطاعش على اي 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 اذا بهمني بعوضهم بشاراتهم لكي تو بدي اجيبها لكي تو كانت بتعبر عن اف واي تمام طيب بالنسبة لكيو اف تو احنا عندنا كيو اف تو جابينهم كل هي موجب ستين صح فباجي بعوض كيو تو ناقص ستين بتساوي ضلل كي تو وان كي تو وان طبعا بدجيبها من الجهتين اي واذا انا موجود عندي من الميتريكس تو ميتريكس يوم هون هذا هون عندنا تو وان وان ما في عندنا تو لاحظ هاي بالمنبر الثاني منبر الاول في عندنا تو وان هاي هون بوينت واحد ستة سبعة اي 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 فبتيجي بتقولي هون بوينت واحد ستة سبعة اي اي ضرب سالب ثمنتعش على اي اي تمام والاي اي ما الاي اي بروحن طيب لو اجينا حسبنا هذا الرقم قداش بيطلع خلينا نحسبه هون تمام فبيطلع عندنا بوينت واحد ستة سبعة ضرب سالب ثمنتعش وزي جمع لها ستين يطلع معك ستة وخمسين فاسة تغريبا سبعة وخمسين فكيوتيوب تطلع سبعة وخمسين سيما طلعت معاهم هون هاي كيوتيوب طلعت معاهم سبعة وخمسين طبعا موجبة معناته لفوك واتجاه ابورد اي طيب كيو ثلاثة اللي هي عبارة عن مومنت ناقص كيو اف ثلاثة كيو اف ثلاثة معانا طبعا ايوه بتساوي كي واحد ثلاثة او كي ثلاثة واحد في الديون تمام طيب فعندنا كي ثلاثة واحد يعني نجيبها من مرة هاي عندنا ثلاثة وعندنا واحد هاي فبتطلع بوين ثلاثة ثلاثة اي 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 وبالنسبة لكيو اف ثلاثة احنا جايبينها فبس لزيادة عندنا هون خطوة لكيو اف بس سالب ستين فبتيجي بتعوضها ناقص ناقص ستين بتتعوض تمام زي ما هو نعوضها ناقص ناقص ستين بعدين بدع الجهة الثانية بتنقولها بتصير سالب ستين بسطلع عندك سالب اربعة وخمسين يعني كيو ثلاثة ما لها عكس قارب الساعة كاونتور كلوك وايز لانه ما عقارب الساعة هو الموجه تمام ايو برضو هاي شيك عليها للتأكيد طيب عندنا كيو اف اربعة كيو اربعة اللي هي هاي اللي بتجاه الراسي ناقص كيو اف اربعة بتساوي كيفور ون في دي ون كيفور ون اه وينها كيفور واحد اللي هي بوينت او خمسة ستة اه خمسة ستة في اي اي في ثمنطعش على اي 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 تمام ايوة او في في سالب ثمنطعش المفروض هنا التعويض ايوة هنا سي اشارة سالب تمام هنا في اشارة سالب لازم تتعوض ايوة وبالتالي وبالتالي يعني هاي هنا سالب المفروض فهونا بس يعني هنا لازم نعوض سالب الاشارات كليات تمام ايوة فعندنا هنا سالب ثمنطعش على اي اي فاني بتطلع سالب ستة مش موجب ستة فهونا سالب ستة ناقص ستين اللي هي سالب ستة وستين تمام طيب وهنا سالب طبعا ممو هاي كيو اف اربعة لهي موجب فيعني بطلع مع كيو اف اربعة شو بيساوي اه طبعا هون هي تقريبا سفر هو حاطة يعني تقريبا نجاوب سفر ولا هي لها قيمة يعني بوينت او فايف سكس ايوة فلو يجيني مثلا حسبناها بوينت او فايف سكس ضرب سالب ثمنطعش زائد عندنا اللي هي الثمانة واربين او الارب وثمانين ثمانين فاصل تسعة اللي هي ثلاثة ثمانين تقريبا تمام طيب بالنسبة للكيو خمسة كيو خمسة نشوفها كيو خمسة هي عبارة عن فيرتكال لوت كمان ناقص كيو اف فايف اللي كيو اف فايف كده اجيبنا احنا ايوة ايوة هي ها هونا لكيو اف فايف اللي هي موجب اربعة وشرين بقولو ناقص اربعة وشرين بتساوي الكهي فايف ون ايوة الكهي فايف مونت تجيبها من عند سالب بوينت من ستة سبعة في الاي اي فبتجيب بتقولي سالب ون بوينت ون ست سبعة ضرب ثمنطعش طبعا ان حطت السالب اللي هي سالب ثمنطعش تمام ايوه طبعا نلاحظ انه هون هو حط السالب هاي هون برا مش عارف هون هو ناسي السالب ليش ايوه فهاي يعني يتأكدوا منها طيب سالب زائد طبعا عندنا لكيو فايف اربع وشرين يطلع الجواب تقريبا واحد وعشرين تمام طبعا عشان نتأكد احنا مش عندنا كيو فايف فيرتكل ايو عندنا كيو فايف فيرتكل صح وعندنا برضو كيو فور فيرتكل اللي هي ثلاث ثمانين هاي يقولنا طلعت معنا طيب وعندنا كمان كيو تو فيرتكل صح اللي هي سبعة وخمسين فالمفروض هذولة سبعة وخمسين زائد ثلاث ثمانين زائد واحد وعشرين يعني سبعة وخمسين زائد ثلاث ثمانين زائد واحد وعشرين لازم يساون الثمانة واربعين زائد العشرين في ستة لازم يساوه 48 في زاد 20 في 6 لازم هيك مجموعة فواي لازم يساوه صفر مهم تمام 48 زاد 20 في 6 بساوه 168 طيب وغضيكة 57 زاد 8 3 زاد 21 تقريبا يعني تقريبا قريبات من بعض تمام مش بعيدات أيوة فإن قريبات من بعض تقريبا أيوة يعني مش بالضبط بس 161 168 مش هضلك الفرق الكبير بالنهاية يعني احنا هنا وإحنا نشتغل قربنا تقربنا العديد من الأرقام ولكن يعني من ضمن الرينج الستينات طيب برضو نفس الإشي ينطبق على Q3 مثلا ما هي مومنت Q3 أيوة وQ3 مومنت وعندنا Q6 وعندنا طبعا Q1 أصلا قلنا هنا زيرو أيوة ولكن عندنا Q3 وQ6 هذور عبارة عن مومنت فلاحظ أنه هنا لازم يعوض فنشوف هاي تلعط معنا سالب 66 فنشوف المفروض مجموع كل المومنت اللي على الجسم أيوة يطلع يعني شو اسمه يطلع موجب يعفوني يطلع صفر يعني بنهاية المجموع طيب فالمهم يطلع عندنا يعني هنا Q6 ناقص QF6 أيوة ناقص QF6 بساوي K6 1 في D1 زي ما تعلمنا يعني من خلال الميتريكس عندنا QF6 هيا موجب 36 K6 1 طبعا نروح طلعها هاي ما فيش عندنا غير سكس ون هاي هون سكس واحد بوينت ثلاث ثلاث تمام أيوة في سالب ثمنتعش فقداش تطلع معنا مفروض يعني بوينت ثلاث ثلاث ضرب سالب ثمنتعش وزيد عندنا QF6 اللي هي ستراثين فيطلع معنا الجواب ثلاثين المفروض يعني مش عارف لشو خربط هنا تمام كيلو نيوتن كونه هذا عبارة عن موينت اللي بطلع معنا فالمهم يعني احنا طالع معنا ثلاثين وهنا ناقص ستوستين يعني هنا في عندي أنا مومنت مقداره اللي هو Q3 ناقص ستوستين هذا يعني عكسة قرب الساعة هنا عندنا مومنت ثلاثين مفروض مجموعة المومنت حول أي نقطة شو يعطيني يعطيني صفر صح؟ يعني المفروض بدا تأكد أنه مجموعة المومنت لازم حول أي نقطة يعطيني زير فهو مثلا ممكن أجي أخذ هاي نقطة النقطة ون مثلا عند الجونت الأولى وجر هل بعطيني زير ولا لا مجموعة المومنت عند جونت ون قداش بساوي هل بساوي زير ولا لا بدا أخذ طبعا بعين الاعتبار فمثلا طبعا هم تقريبا لازم يساوي زير مثلا ناور شي هاي اللي بتعمل المومنت مثلا عشرين في ستة تربيع اثنين عشرين أو خلنفرض موجب أحسن لأنه هذا كل فرضنا مشتغل عليه هو الموجب فبالتالي هاي موجب طيب ماشي في عندنا الكيو ثلاثة مثلا طلعت سالة بستة وستين خذها بعين الاعتبار ولكيو ستة زاية الثلاثين هذور أخذهم زي ما هم مومنت جاهز طبعا نفرضت المعقارب الساعة لأنه هذور جايات بناء معقارب الساعة صورة طيب في عندنا الثمانه واربعين كمان معقارب الساعة ثمانه واربعين في ثلاثة زاية ستة صح ثمانه واربعين في ثلاثة وفي عندنا كمان ايش في عندنا هاي اللي هي عكس اقارب يجي من هون والرياكشن من هون فظول الثنتين يعني رياكشن تاعة البي اللي هي كيو اربعة كيو عدية تعطيني ثمان ثلاث ثمانين وعندنا رياكشن كيو ثلاث تمام او كيو خمسة عفوا كيو خمسة واحد وعشرين فظل بعطيني موانت كمان سالب تمام سالب ثمان ثلاثين او ثلاث ثمانين ضرب المسافة تعيتها اللي هي ستة احنا بنجرب قديم سالب واحد وعشرين ضرب المسافة الكليه اللي هي اثناش فهل بطلع صفر ولا لا او بطلع قريب من الصفر على اقل تمام في عندنا عشرين في ستة تربيع على اثنين ناقص ستة ستين زال ثلاثين زال ثمانة واربين في تسعة وناقص في ستة عندنا ناقص واحد وشين في اثناش يطلع الصفر الستة تقريبا هو زيرو يعني تقريبا ستة فمش كبير يعني فانو تقريبا زيرو يعني طلع الفرق هون ستة يعني هنا طلع الفرق ستة عن صفر وهناك طلع الفرق بين هذولا هاي وهاي تقريبا كمان سبعة او ستة فانو الفرق مش بعيد عن اه الواقع تمام فلا جيكا هون القيم اللي هو المطلحة غلط فانو مش معوض سالب فيهن كليات فلازم تعوض السالب زي ما زي ما عرفنا سابقا انو دي باجي معوضها باشارتها تمام الا اذا بدك انت تغير الاشارات وتحكس نظام الاشارات تاعك فهذا يعني اشي ثاني تمام اما تيجي انت تطلع يعني نظام بشارات على اساس او انت انت تبلش على نساس انو ما عقارب الساعة موجي او ساعة سالب واخر شي تعكس وانا بطلع معاك ارقام غلط فانا بدك تنتبه الى و بتتأكد منها كمان تقدر كمان تراجع الدكتور فيها تمام وبس يعني هذا هو بالنسبة لموضوع البيم موضوع البيم اسهل من الترس ما في عندك هنا بس كل الفكرة انك تطلع يعني كل الفكرة بس تكتشتغل على الميتريكس تمام والميتريكس بسيطة جدا بس تعتمد على لا بدك تروح تطلع سي ولا بدك تروح تقول كوساين وصاين ولا عبالك ولا كل هالقصص ساي اهم شي بس احفظ الارقام وان اثناش ستة اربعة واحفظ توزيع الاشارات السالب عامودي افقي بعدين قطري تمام وبس لهون منكون هنا هاي المحاضرة تمانا تكون محاضرة سهلة وبسيطة طبعا هاي هنا مثلا راسم لك الشير دي اجرام وراسم لك كمان الموان دي اجرام من الموانت هنا بيجي هيك ونوانت هنا برضو بيجي هيك تمام فراسم لك اياهم هو يعني بسيطات وهاي بالنسبة للميتريكس سيوراد حاطلك اياه هنا بهذا الشكل لاحظ بالنسبة الاشارات السالبة فعامودي افقي قطري وبس هيك يعني هذا هو بنسبة للموضوع بيكون خالص طيب فهنا طبعا في بعض الامثل مثلا هذا الموضوع يعني لو بدك تحل مثلا بعض الامثل مثلا في هذا المثال ممكن انك انت شوفه او تجرب فيه يعني ما اذا بتدخل نجرب فيه مثلا على السريع يالله يعني فيش ورانا يجي نجرب في هذا المثال طبعا هنا قاعد بيحكي لي انه في عندي بيم ستة اربعة اطوال وفي عندي رولر بالنص يعني نفس البيم السابق تقريبا ايوا فكست فكست وعندنا هنا هنا طبعا اربعة وعشرين لوت او خمس وعشرين عندنا هنا ستة متر وهاي اربعة متر طيب وبس هيك بيقول لك شو بده طبعا بيقول لك هنا ايوا واحد واثنين وثلاثة طبعا هو مرقم هو ما بصر شلون المهم احنا نجي نرقم طبعا ترقيم ما ببلش من وين دعمه من الفري وين ما في عندي يعني سببورت او رياكشن هون ما في عندي مومنت يدعمها صح وهنا واحد بعدين ام تقدر تيجي تبلش متر ان ترقم هاي اثنين دين هاي ثلاث بعدين هاي اربعة نفس الترقيم السابق بعدين هاي خمسة دعما رقمي بعدين بعدين مومنت وهي ستة واكمل عليه طبعا انت هون شو بدك بدك تيجي تكتب الميتريكس اللي هي بارا كيو وان وقال لك ماشي نعند كيو ستة تمام ناقص كيو اف وان لعند كيو اف سيكس بتساوي كي وان وان طبعا كونه عندنا فريدم واحد يعني وانا فريدم بس جهة الحرية واحدة اللي هي هاي تمام ايوا كي وان وان وظل لك ماشي نعند كي وان سيكس عندنا كي وان تو او كي تو وان عفوا كي ثري وان كي فور وان لعند كي سكس وان وظل لك ماشي عند كي ستة ستة ايش يعني ميتريكس انت بتكون كتبتها في جداع طبعا نكتب كل شي لان احنا هنا بس بهمنا معادلة واحدة يعني معاناته احنا رايحين نيجي نوخذ هاي ايش ويش نوخذ هاي مع الدي هاي دي وان دي تو وظل لك ماشي عند دي سكس تمام ننطلع دي وان نحنا دي تو وثري وفور وفايف وسكس تضير لكلاته مصفر تمام طيب فااحنا بنناجي نقول كي وان ناقص كي و اف وان بتساوي كي وان وان ايوة في دي وان طيب نفترض انه هون وفعليا حط لي موانت هون حط لي موانت مثلا معا عقار بالساعة بيك بحضر الاتجاه تمام حطي لي موانت هونة مثلا خمسين طيب ناظ من عندي خمسين كيلو نوتين دوت متر تمام فاذا حط لك هي معا عقار بالساعة بتيجي بتعوض بذلك كيو وان خمسين. تمام? ناقص كيو اف وان بدك تروح تيجي ايش? تعمل فبدك تطلع لكيو افات كليات. سمعت على منتاونا. تمام? فعندنا خمس وعشرين وستة. والثاني المنبر الثاني ما عليه وشي شي. يعني هو هنا صفر. وهي صفر. وهي صفر. وهي صفر. اللي هني شو هني? افترض نحن احنا هي كيو ستة صح? وهي كيو خمسة كانت وهي كيو اربعة وهي كيو واحد. هنا طبعا عندنا كيو واحد هناك كيو اربعة هناك كيو اثنين وكيو ثلاثة. طيب فكيو واحد يعني بس جاي من جهة واحدة هي وكيو اربعة وكيو اثنين وكيو ثلاثة هذول موجودات الباقيات كلا. هاي كيو اف واحد اربعة اثنين وكيو اثناث. ثلاث وكيو اثناث 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 وك وهذيك بتطلع سهل ب 72 مباشرة طيب و عندنا هنا اللوت بتوزع بالتساوي ستة في 24 على اثنين يعني ستة في 24 تقسيم اثنين يطلع الجواب كمان 72 72 موجي باحت اظهره تمام والباقيات صفار يعني كي خمسة و كي ستة نظل صفار و كي اربعة كي واحد احنا طلعنا نظل ايش كيو اف فكيو اف صارت بتساوي لك التالي عندنا كيو اف ون موجب 72 كيو اف تو اللي هي عبارة عن موجو كيو اف 72 كيو اف ثري اللي هي سالة ب 72 موجو باثنين و سفر سفر تمام طيب فمن يجي احنا طرعنا كيو اف ون اللي هي هاي اللي قدر اشترات معنا موجو باثنين و سبعين ضل عندنا كي وان وان كي وان وان عشان نجيب ها بده اجيب الميتريكس لا او تو بيمس فبالتالي عندي واحد الو الستة والثاني الو الاربعة هذا المنبر الثاني هذا المنبر الاول فهي الكي الو قداش بتساوي اي اي في الميتريكس تاعيتنا اول شي قولنا اثناعش على التكيب اثناعش على التكيب اثناعش ستة تكيب اثناعش تقسيم مباشرة ستة تكيب يطلع الجواب بوينت او فايف سكس طيب عندنا بعدين ستة تقسيم ستة تربيه ستة تقسيم ستة تربيه بوينت وان سكس سبن هنا بوينت وان سكس سبن وعندنا اخر شي اه اربعة تقسيم ستة اربعة على انه بوينت ستة ستة سبع طيب ونفس الشي السبب بس بتحط سالب هون بوينت او فايف سكس بوينت وان ستة سبعة بوينت وان ستة سبعة بوينت ستة ستة سبعة حس السالب بعدين بصير وفقي وهيك احنا بنكون اعملنا هاي طيب واخر واحدة اللي هي السالب بصير قدري طبعا نلاحظ انه في قيمة ما بيجعلها سالب اللي هي هاي القيمة بتاعت اللي جايه اربعة على قلب تمام طيب فهاي ما بيجعلها سالب بالمرة الآن طبعا لا ننسى تسميات تعيتنا فمن يجي نسمي احنا من منبر الاول الشغالين شو احنا سمينا سمينا هاي اثنين ثلاثة بعدين اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد فكي واحد واحد الاولانية هاي بوينت ستة ستة سبعة في دي اي طب الكي من المنبر الثاني اربعة الطول تاوي اربعة متر المنبر الثاني فعند انا بك تيجي تقول الا على اربعة يعني نفس المبدأ السابق ثناش تقسيم اربعة تكيب. ثناش تقسيم اربعة تكيب. فيطلع جواب بوينت واحد ثمانية سبعة. بعدين عندنا آآ ستة تقسيم اربعة تربيع اللي هي بوينت ثلاث سبعة خمسة. هنا بوينت ثلاث سبعة خمسة. واخر شي عندنا هنا اربعة تقسيم اربعة اللي هي واحد. تمام? ونفس الاشي هنا بس سالب بحط. هنا هيك. واحد. بعدين السالب بتحرك. بصير زي هيك. واخر شي بصير السالب بس قطري. هنا واحد. وتيب لي بعدين طبعا اول شي لازم انت تترقمهم. ايو تشوف مثلا نحن شو حاطين? حاطين اربعة. بعدين واحد بدنا خمسة ستة. اربعة واحد خمسة ستة بترقيم. هنا اربعة واحد خمسة ستة. فبدك انت كيب واحد واحد. هاي واحد ما واحد. اللي هي واحد. وعندنا وانا بوينت ستة ستة سبعة اي اي اي. فبتصير عندك بوينت ستة ستة سبعة اي اي زايد واحد اي اي. بصير واحد بوينت ستة ستة سبعة اي اي اي. هاي اللي هي الكلية. فكتج محل مع بعض. وبالتالي تعال عوضها هون. المعادلة اللي طلعناها هون. شو بطلعت? طبعا احنا عندنا خمسين ناقص ثانين وسبعين. كليات وتقسيم واحد فاصل سبب. يطلع سالب ثلاثة فاصلتين. فديوان تطلع سالب ثلاثة عشر فاصلتين. زي ما قلنا هي سالب معناة كونتر كلك وايز لو ايش لانه هاذا دي فليكشن دي وان بمثل للروتيش. هي نفس المثال السابق. وبعدين بتكمل لو بدك تطلع مثلا كيو تو. تعال نجرب مثلا نطلع كيو تو. هاي وكيو تو طبعا بنانا على الميتريكس هاي. فبتيجي بتقول لكيو تو بتساوي ناقص كيو اف تو. يعني كيو تو ناقص كيو اف تو. بتساوي كيي تو وان بس في دي وان. الباقيات ما هنا اصفال. طلع كيي تو وان. وعندك كيو اف تو. حنا طلعنا هنا اصلا كولايات هايها موجب اثنين وسبعين. عوضة وكيو تو اللي انت بدك اياها اصلا الرياكشن انت بدك اياها. وانت فليكشن وان معاك سالب فراتاش فاصل اثنين. عوضهم وطلع الجواب وبس لهم كونتها المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودومتم في امال اليوم.